طيب خليني قبل اقولك ايه اللي نعكاس بتاع الاسلوب ده على الاولاد اقولك ليه بعض الاباء احيانا يعملوا حاجة زي كده لان بعض الاباء الحقيقة بيبقى بيقولك يا دكتور اصله طفل وحيد فعشان كده انا بدلعه قوي طب ما انت ممكن تفسده طيب ابو تاني يقول لي والله انا دلعته قوي لانه كان مريض ايو بس يعني انت دولة امردته برضو من ناحية الشخصية امردته نفسيا طيب حد تالت يقول لي اصله ولد على بنات حد رابع يقول لي اصله بنت على اولاد حد خامس يقول لي اصله ولد الاول حد سادس يقول لي اصله ولد الاخير اخر اللي انا قوله تسكر معقول حد سابع يقول لي اصله جلنا على كبر اه فكل دي يعني يعني وكأنها معتقدات خاطئة لدى الاب والام في تدليل الولد علشان كده يا دكتور انا يعني الحقيقة اشبعت له كل رغباته طبعا الكلام ده بيبان بعدين يعني بيبان في الطفل حتى وبيبان في المراهق اكتر طيب بيبان ازاي بيبان انت عندك واحد بيبقى الحقيقة يعني اعتمادي لانه يعني هو كان معتمد على الاخرين في الشخصية الاعتمادية دي من اخطر الشخصيات هي شخصية اه لذيذة وبسيطة وطفولية كده لكن هي من اكتر الشخصيات اعتمادا على المخدرات بعدين لانه حتواجه مشكلات ده الطبيعي جدا لا يمكن يكون الاب والام هم الحياة بعد كده لا يمكن تكون الحياة عامل الانسان بنفس معاملة الاب والام بهذا الشكل وبالتالي لما بيبقى الابن ده اعتمادي على الاب والام اعتمادي في اللبس واعتمادي في الاكل واعتمادي في حل الوجبات واعتمادي عليهم في كل حاجة بعد كده لما بيطلع مرحلة المراهق بيبقى اعتمادي على الاخرين وبعد كده بيبقى اعتمادي على مخدر باعتبر احنا على المستوى النفسي العميق بنعتبر ان تاجر المخدرات بالنسبة للمدمن هو القب لما بيحس بألم ووجع فشل في ارتباط عاطفي او فشل في مشروع او فشل في سنة دراسية او ما شابه بدل ما يجري يعيط للقب يجري يعيط لتاجر المخدرات علشان يديله المادة المخدرة اللي بنسميها على المستوى اللاشعوري وكأنها ثدي الام وكأن التاجر هو الاب وكأن المخدر هو يعني بنسميه ثدي الام على المستوى اللاشعوري يعني فبالتالي برضو اعتمادي بيجري على الاب والام تاني بس بلغة تانية خالص لانه التاني هو اللي بيحلله مشاكله وهنا المخدر هو اللي بيطبطب عليه هو اللي بيخرجه من دايرة المشكلة والاخره هي طبعاً لا تحركش منه خالص انه هو حل مؤقت هو حل لكنه حل وسط حل زائف ليس حل حقيقي وبالتالي الشخصية الاعتمادية هنا لما بيكبر كمان الولد بيبقى ابنهم ولما البنت بتكبر بتبقى ابنتهم وبالتالي ممكن يتجوزوا لسه اعتماديين على البيت الاول فهنا فكرة التدليل الزايد بالنسبة للأولاد من الخطورة بمكان انها ممكن فعلاً تخلي الشخصية بعد كده مش اعتمادية بس سلبية ما قدرش اخد اي قرارات في حياته ولا حل مشكلات تماماً طيب ايه النتائج تاني حيبقى الابن متمركز حوالين الزات لانه كان متمركز حوالين الام بعد كده حيبقى متمركز حوالين الزات لدرجة انه موخطن يوصع مع الوقت الشخصية الانرجيسية متمركز حوالين ذاته لا يرى الا نفسه شايف انه مركز العالم وسينتر الكون شايف ان العالم كله المفروض يخدمني شايف ان انا اعلى حد واحسن حد في الدنيا خاصة لو الام والاب كانوا بيدلعوا الولد ده مقارنة باخواته علشان مريض او ولد اول او ولد اخير او بنت على اولاد او ولد على بنات او جيم على كبر اياً كان فيحس انه هو المميز وانه هو مش عشان حاجة عنده لا بس فقط علشان حاجة عنده انه الاول او الاخير او الكلام ده كله فيحس انه هو يعني لا يعني انا الملك اخوات الرعاية يبقى بعد كده انا الملك والعالم من حولهم الرعي ماذا الشكل ولو لم يعطيه الاخرون القدر الذي يتمناه او يريده اصبح عصبيا اصبح عدوانيا اصبح عنده شربة اضطهاد ماذا الشكل يعني طيب ايه اللي بيحصل تاني برضو من المذاكرة هروب اللي مش بتعود على تحمل مسئولية لان حقك كنت بتحلله واجب وكنت بتعمله كل حاجة بتحضره للشنطة وبتلبسيه وتوكليه وكل حاجة فدلوقتي اصبح هروبي اصبح ما عندش قدر على تحمل مسئولية وعلى على يعني ادارة ذاته في الواقع فبالتالي بقى يهرب بالنوم يهرب بقى بالمخدرات يهرب بقى في الالعاب الالكترونية يهرب في التلفزيون يهرب من البيت المهم انه ما عندش قدر على تحمل ايه المسئولية حتى لما تيجو كاب وام تيجو مثلا من الم وتقولوا ايه انوزع المسئولية والمهام والادوار على الأولاد لا هو مش متعود بقى هو متعود على انه ديك البرابر هو متعود على انه اخر اللي عنه سكر معاوض هو متعود على انه ده ما بيبقلش حاجة والكل بيرعا والكل بيخدم عليه وبالتالي ما عندوش قدر على انه هو حتى يعني يعمل حاجة لنفسه دلوقتي وبعدين يعني حتى تدخل الأوضى بتاعت الولد المدلل دات لها يعني يعني تدرب تقلب يعني زي بيقوله فوضاوي فوضاوي في كل حاجة لانه لما يعني يعتمد على نفسه في انه يحضر شنطيته هو مش عاد تحضر ازاي لما يلبس دوم مش عارف لما يطبق دوم هو مش عارف لما يحط لنفسه اكل مش عارف لما يرتب القضاء هو مش عارف لان كان حد نيابة عنه بيعمل كل الكلام ده فهو بيبقى فوضوي فوضوي حتى بعد كده بقى فيه موعيد وعلاقات وإلى اخره يعني طبعا لا شك انه الطفل المدلل ده بيبقى شخصية عنيدة بعد كده بيبقى عنيد لان هو يعني ما عندوش قدرة ان يسمع الكلام هو كان الامر الناهي وهم اللي كانوا بينفزه ازاي يسمع الكلام ما ينفعش هيبقى في قلب ادوار ما وطول الوقت هو اللي بيقول وانتم يعني بتلبوا يعني ده مش بس بيبقى عنيد بيبقى اناني كمان اناني ومتمركز حول ذاته ولا يحب الخير للغير يعني دائما انه قابل عايز كل حاجة زي ما كان حاسس انه كل حاجة بيه بتلبى لي يعني لدرجة انه لو يعني ياكل اكله واكل اخواته واحيانا يخلص المصروف بتاعه وممكن يميد ايده كمان يعني الدلع ازاي دي تخلي الولد بعد كده ما عندوش قدرة لانه عايز اي حاجة وبالتالي فيه مصروف المصروف مش هيكفي وبالتالي رغباته ما عندوش قدرة على ارجاءها ولا تأجلها ولا ضبط يعني رغباته ولا عندو قدرة على الصبر ولانه ولا متضرب على تحمل قدر من الصبر ولا تحمل قدر من الاحباط لتأخير الرغبات وبالتالي لو فيه رغبات معينة عايزة وبالتالي ما فيش فلوس تكفيه هيسرق يعني شوف الدلع الزايد ممكن يوصل لفين للسرقة وبالتالي طبعا ده بعد السرقة هيبقى فيه كذب وكمان ممكن يبقى فيه عدوان لانه اساسا يعني اي حد هيدصله على طرف اي حد مش هيلبيله رغبة اي حد مش هيكون الام التي تترب بكل حاجة والاب الذي يلب بكل حاجة يحس انه انتم ليه ناس غريبة انتم بتكرهوني ليه فيبقى عدواني على الناس يعني طبعا للأسف هيبقى عنده مخالفة للقوانين لانه مش متعود على تحمل مسؤولية قوانين لانه من لم يدرب على قوانين منزل بهذا الشكل ولم تحمل مسؤولية من الصغر يعني للدرجة انه حتى الميكبر بيحس ان حياته فاضية وبيحس بملل وعدم سعادة لانه ما حققش حاجات بايده يعني وطبع من بيبقى خواف وماقدرش ينزل للشارع وماقدرش يتعامل وإلى آخره طبعا دي كل دي حاجات طبعا يعني بالإضافة لانه في مشكلات تانية يعني بعض المخدرات ممكن في مشكلات جنسية يعني لانه هو لو الأم بتدلل قوي فهو يبقى تقمى شخصية الأم فبعد كده يتوحد بالأم فيبقى علاقته بالأم وكأنه أنسى وبالتالي عايز علاقة بي ذكر فهنا فيبقى فيه جنسية مثلية فالحد دوتا بتيجي من البداية كده إن الطفل بيتقم شخصية الأم فيصير كالأم وكأنه أصبح توحد بالأم وأصبح أنسى فبالتالي يحب ولد وبالتالي هو أصلا ولد فبالتالي يبقى فيه إيه جنسية مثلية بهذا الشكل ويبقى فيه شذوذ جنسي لا يستمتع إلا بعلاقة مع ولد لأنه في داخله أنسى لأنه كان بيعامل على هذا الأساس طي شكرا